تقدما يحققه الجيش الوطني في جبهات مأرب ويصد هجوم ميليشيا الحوثي الذي شنته على امتداد جبهات مأرب والجوف مع السمرار الميليشيا في قصف الأحياء السكنية مصادر متطابقة من محافظة مأرب قالت إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكن من صد هجمات الحوثي في مختلف جبهة مأرب وحولا دفاعاتهما إلى تقدمات جديدة في بعض المناطق وأحققوا تقدما في أربعة محاور رئيسية غرب المحافظة من بينها جبهة صرواح المهمة هجوم حوثي متجدد بجهزية عالية وبخطط عسكرية وعمليات نوعية ألحقت هزائم مذلة بالحوثيين وكبدتهم هزائم وخسائر كبيرة كما نجحت في كتر الهجوم الشامل عبر محاور المخدرة وصرواح وجبهة الكسارة منيت فيها ميليشي الحوثي بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد طيران التحالف استهدف تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيا في ذات الجبهة وأسفرت الغارات عن تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها مصادر عسكرية أحصت مقتل أكثر من ستين حوثيا وجرح آخرين في جبهة الكسارة غرب مأرب بينهم قيادات كبيرة في الميليشيا منهم المدعو أبو صلاح الحمزي وقيادي ميداني بارز يدعى النهمية الأميرة الشريف وزارة الخارجية طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليتهما تجاه التصعيد الحوثي الأخير على مدينة مأرب المدينة التي تأوي ملايين النازحين بحسب بيان عن الوزارة الوزارة قالت إن هذه الاعتداءات المتكررة للميليشيا الحوثية تأتي ضمن انتهاكاتها المستمرة لوقف إطلاق النار في الحديدة بحسب السكولم وسعيا منها للتصعيد الشامل في مختلف مناطق المواجهات وإعاقة الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في اليمن وجددت وزارة الخارجية دعوتها للأمم المتحدة لإعادة النظر في وضع بعتتها في الحديدة التي أصبحت بحكم رهينة لدى الميليشيا الحوثية التي عطلت تنفيذ القرار 2452 داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بتنفيذ قراراته ومعاقبة الميليشيا الحوثية ترجمة نانسي قنقر